شبح تجديد عقود الإيجارات يلاحق المستأجرين ويقض مضاجعهم مع قرب انتهاء كل عام وبداية عام جديد يجد المستأجرون أنفسهم عرضة للابتزاز بارتفاع الإيجارات والتهديد بالطرد من سكنهم ليبدأوا رحلة البحث من جديد عن سكن مناسب لهم أو يخضع لإملاءات المستأجر وشروطه المجحفة تبدو الصورة أكثر وضوحا في مناطق تجمع واستقبال النازحين من صنعاء والساحل الغربي والهاربين من مناطق سيطرة الحوتين عموما والعائدين من السعودية بشكل نهائي بالتحديد في مأرب وعدن والمكلة يعاني المستأجرون ارتفاعات غير مبررة عند تجديد العقد السنوي تتجاوز نسبتها 100% في بعض المناطق ويشترط المؤجرون أن يكون دفع الإيجارات بالعملة الصعبة بحجة هبوط العملة الوطنية التي تتعافى أحيانا ولا تتعافى معها الإيجارات في ظل ضعف حضور السلطات المحلية وغياب تشريعات حماية المستهلك يجد النازحون والعائدون من السعودية أنفسهم أمام معاناة وتحدي صعب بالتوازن مع ظروف البلد والحياة الصعبة يأخذون معركة ابتزاز المؤجرين المنفردين رغم الأهمية التي يشكلونها في مناطق استقرارهم الجديدة بتحريكهم عجلة التنمية والحركة الاقتصادية لم يتوقف الأمر على الابتزاز ورفع الأسعار بشكل خيالي فحسب بل تعد ذلك إلى اقتحام المؤجرين للسكنات وانتهاك حرمات المستأجرين هذه المعلمة السودانية في مدينة مأرب تشكو إلى السلطات اقتحام ضابط لمنزلها محاولا إخراجها بالقوة بعد أيام من اصدار السلطات حزمة قرارات حول تنظيم الإيجارات قرار السلطات المحلية في مأرب الذي أصدره المحافظة العرادة حول تنظيم إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية والذي يحدد أسعار الإيجارات ويمنع التأجير بالعملات الأجنبية ويمنع إخراج الساكنين ومزاولي النشاط التجاري ما قبل عام 2014 لغرض المزايدة طمعا وجشعا واستغلالا للظروف الحالية هذا القرار اعتبره مواطنون خطوة مهمة لوضع حد لحماية المستأجرين غير أنها خطوة لا تكفي لوحدها ولا قيمة لها إن لم تصحبها خطوات تنفيذية رادعة مواطنون في مناطق أخرى تعاني نفس أزمة المستأجرين طالبوا السلطات المحلية بقرارات مماثلة لقرارات سلطات مأرب ووضع حلول عاجلة لحماية المستأجرين وردع جشع وابتزاز المؤجرين بتفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر